التقى وزير الخارجية السودانية على السادق علي في إيران نظيرة حسين أمير عبداللهيان ذلك في أول زيارة لوزير خارجية السودان منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016 وعرب وزير الخارجية السودانية عن أسفه لتوقف العلاقات بين البلدين مؤكداً السعي لتطوير العلاقات مع طهران بكل المرجلات حسب ما نقلت الخارجية الإيرانية والتي قالت على لسن المتحدث باسمها ناصر كنعاني إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية والسئنة في الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين في حين أشار مراقمون إلى أن الزيارة قد تكون بهدف الحصول على دعم في مواجهة قوات الدعم السريعة وكانت وكالة بلونبرغ قالت مؤخراً في تقرير نقلاً عن مسؤولين غربيين إن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار من ترازي مهاجر الستة الإيرانية فيما تتزايد المخاوف من سعي إيران لتثبيت أقدامها في البحر الأحمر من بوابة السودان هذه المرة مقابل ما تقدمه من دعم عسكري للجيش موسيقى 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 ومن القاهرة ينضم إلينا شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كذلك انضم إلينا من القاهرة العاصمة المصرية لواء دكتور أمين اسماعيل مجذوب الخبير في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية أهلا بكم وشكاً على قبول الدعوة أبدأ من ضيفنا السيد شريف محمد إذن أعلن عن استعادة العلاقات بين الجانبين السوداني والإيراني وزير الخارجية السوداني يقول إنه يأسف على مرحلة قطع العلاقات بين البلدين كيف تفسر خطوة استعادة العلاقات بين الخرطوم وضهران شكراً جزيلاً مساء الخير عليك على كل المتابعين الكرام وعلى ضيفك الكريم بالتأكيد الخطوات التي مضت فيها الخارجية بالاتصال باتصالات بدأت منذ وقت وبكر منذ انطلاع هذه الحرب مع إيران هي بحثاً عن السلاح وأعتقد أن دور إيران في السودان في وقت النظام المخلوع عمر البشير كان دور غير مرحب به من دول عديد في المنطقة وأيضاً في هذا التوقيت هو غير مرحب به في عدد من دول المنطقة البحث عن سبل استمرار الحرب وعن التسليح العسكري أعتقد أن هذا الأمر لن يهم السودانيين في شيء ولن يقدم للسودانيين أي نوع من الخدمات بالعكس الخارجية تنضي بطرق محكوسة أولاً تغاطئ عدد من دول الجوار وتستنع في الأزمات مع دول مهمة في الإغليم استوعبت عدد كبير من السودانيين والسودانيات لجوءاً بعد هذه الحرب وها هي الآن تبزل الجهود في إطار البحث عن السلاح ولا تبزل الجهود في إطار بحث سبل عودة السودانيين إلى مساكنهم أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة مضرة بالسودان نحن لا نريد من أي دولة أن تتدخل بشكل سلبي في الشأن السوداني التدخل بشكل سلبي في السودان هو من شأنه أن يزيد من معاناة السودانيين نحن نحس كل دول العالم بأن تساعد السودانيين بشكل إيجابي وذلك بحس الطرفين كل من له تأثير عليه الطرف بأن يحسه بأن يتخذ الغرارات الصحيحة والغرارات الصحية هي الموضوع قدما في مناغشة قضايا إغافة الحرب سلما وليس حربا نعم سيدة اللواء هل هذه الخطوة السياسية مبررة بالنسبة للسودانيين وبالنسبة للإيرانيين في المقابل أم هي مرحلة البحث عن سلاح أو هكذا وصفها ضيفنا من القاهرة كذلك سيد شريف مساء الخير مرحبا بك ومرحبا أستاذ المشاهدين وبضيفك الكريم الأخ شريف حقيقة هناك حقائق لا بد من تزبيتها العلاقات بين الدول أمر طبيعي يخص كل دولة وإيران والسودان لهم علاقات ممتدة منذ تزعينيات القرن الماضي الحقيقة الثانية هي أن مصالح الدول هي مبدأ من مبادئ العلاقات الخارجية كل دولة تبحث عن مصالحها في الوقت المناسب قضع العلاقات تم نتيجة لحسابات من النظام السابق والآن رأت القيادة أن تعيد العلاقات بالتزامن مع متغيرات إغليمية ودولية وبالتالي لا أرى أن هناك ضرر من عودة العلاقات إذا كان الأمر مرتبط بالحرب أيضا الطرف الآخر في الحرب لديه علاقات ولديه دول تدعمه بالسلاح وبالقوى البشرية وبالتالي لا مغارنة بين دولة إذا لا يمكن أن شرق البحث عن سلاح هنا سيادة اللواء هل تقصد بين الجيش كذلك يبحث عن الجيش يتسلح منها العلاقات مختلفة علاقات سياسية علاقات أمنية اقتصادية ثغافية مسألة التسليح موجودة مبكرا أنا أؤكد أن العلاقات العسكرية الإيرانية السودانية مستمرة لم تتوقف حتى بعد قضع العلاقات كانت هناك اتفاغيات صيانة طائرات تدريب عسكري لذلك السودان ليس في حوجة الآن عاجلة أو هو متضرر وإنما هو يبحث فقط عن استعادة العلاقات كانت موجودة قطعت لأسباب رآها النظام السابق والآن يوجد نظام جديد ويوجد متغيرات جديدة إذن سيد شريف سيدة الليواء يقول حتى للدعم السريع أيضا علاقات لماذا يرجع الحديث الآن بكثرة عن مسألة العلاقات مع الجانب الإيراني مع أن المتحدث الآن أو الجهة المكلفة بالعلاقات وزارة الخارجية التي تمثل كل السودانيين ما التأثير المحتمل لخطوة استعادة العلاقات السودانية الإيرانية على الداخل السوداني وطبعا لو رجعنا بالساعة إلى الوراء قليلا إلى عهد المخلوع الآن تسير الحافر بل حافر نفس المسار الذي مضى فيه المخلوع عمر البشير الآن تمضي فيه سياسات وزارة الخارجية هي أولا صنعت عداء واسع مع دول الجوار مع مؤسسات الليقاد وفي حقيقة الأمر السودان مجمد في الاتحاد الأفريغي صنعت هذا العداء مع دول الجوار مضت خطوات في عداء مع الأمم المتحدة وفي مواجهة بحثة الأمم المتحدة المتكامل لدعم الانتغال في السودان والآن تمضي في سبل بحث علاقات وإعادة علاقات مع إيران العلاقات الإيرانية السودانية السودان ليس بينه وبين إيران أي مشتركات صغافية كما ذكر ضيفك الكريمة السودان ليس له أي مشتركات صغافية مع إيران وليست هناك أي حدود أو أي صلاة صغافية أو اجتماعية ما بين السودانيين والإيرانيين ولم تكن إيران في يوم من أيام محط لهجرة السودانيين ولكن كل التنسيق والتعاون الذي جرى ما بين نظام المخلوع البشير وما بين إيران هو كان في الشقة العسكرية وأيضا هو ذات ارتباط بتنظيم الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية معلوم التنسيق الكامل ما بين إيران وما بين تنظيمات الحركة الإسلامية في المنطقة سواء كانت في فلسطين سواء كانت في مصر سواء كانت في عدد من دول المنطقة كان السودان هو مركز لتنسيق هذه العلاقات وتشبيكها وعلاقات أيضا عسكرية متعلقة بإمداد السلاح بعدد من المناطق في دول العالم هذه العلاقة ليست علاقة إيجابية ولن يستفيد منها السودانيين أي فائدة بالعكس ستخلق هذه العلاقة مزيد من انعدام الصغة ما بين السودان وما بين دول جيرانه نحن نعلم أن وجود إيران في منطقة البحر الأحمر ظل يمثل تهديد لجيران السودانيين وشركاه على شواطع البحر الأحمر ظلوا يتخوفون من وجود إيران ومعلوم أن إيران تمثل تهديد لعدد من دول المنطقة بالإضافة إلى أن هناك غضية رئيسية إيران لم تتدخل في أي دولة من دول المنطقة تدخل إيران. نرى تدخل إيران في لبنان. نرى تدخل إيران في سوريا. نرى تدخل إيران في اليمن. كل تدخلاتها سببت عمغة الأزمات السياسية والاجتماعية داخل تلك البلدان. وعظمت من المشكلات في هذه البلدان. لسنا بحاجة إلى علاقة بإيران. نحن بحاجة حقيقية إلى أن تتولى كل الأطراف مزئولية البحث عن سبل السلام. هذه الحرب أزبطت التجربة. نحن الآن نمضي نحو عام كامل منذ اندلاع هذه الحرب. ولم ينتصر أي طرف. ولم يحقق أي طرف. كل شعب السوداني عانى أمر المعاناة نتيجة هذه الحرب. الحقيقة أن هذه الحرب حتى لو أتع سلاح من إيران أو من غير إيران. لأي طرف من الأطراف. لن يغير في هذه المعادلة. ولكن هناك تدعيات مثل ما ذكرت سيد شريف. حقيقة أن هذه الحرب يجب أن تنتهي عبرها. نعم سيد شريف. في مسألة التدعيات والبحر الأحمر. هي نقطة مهمة. وهنا أنتقل لسيادة اللواء. تبدو المخاوف الدولية. بالتأكيد. هذه المزالة ستضبط مشكلة للسودان. ومخاوف كبيرة من دول الجوار في ما يتعلق بالبحر الأحمر. وهذه النقطة نقولها سيادة اللواء أمين إسماعي المجدوب. المخاوف الدولية من استغلال إيران للبحر الأحمر عبر البوابة السودانية. هي مخاوف على ما يبدو مبررة الآن. مع هذه العلاقات الجديدة الإيرانية السودانية. ومع احتياج الجيش السوداني على ما يبدو لها السلاح. هل الجيش مستعد لتحمل عواقب أن يصل الإيرانيون للبحر الأحمر عبر السودان. أو أن يستغل السودان في أزمة بعيدة عنه تتعلق بالبحر الأحمر. وهي أزمة دولية كبيرة. هذه التخوفات في تقديري مبنية. على فرضية أن السودان سيسمح لإيران بأخذ مساحة على ساحل البحر الأحمر. هذه الفرضية غير منطقية. وأنا أفندها. السودان رفض لروسيا ودولة عزمة أن يعطيها أي ميناء. ورفض أيضا لدولة الأمارات أن تمنح ميناء في أبو عمامة. ورفض أيضا للولايات المتحدة الأمريكية. وربما لا يحتاج الإيرانيون للميناء. وفي ذلك السودان الآن جزء من تحالف. سيادة لواء. أنت عسكري وتعلم. السودان الآن جزء من كبير أو إلى ميناء كامل. هو مجرد وجود بعض القوارب بعض السفن. واختصار شديد من فضلك. السودان الآن جزء أصيل من تحالف عاصفة الحزم مع المملكة العربية السعودية. ولا أظن يفكر أنه يسمح بأي تواجد إيراني في مواجهة السواحل السعودية. هذا أمر غير مغبول وغير منطقي. ويضر السودان. لذلك هذه الفرضية لا وجود لها. هي فعلا علاقات سياسية تم إعادتها. ولكن يبدو أنها أثرت وخلقت حساسية لدى الأطراف الأخرى التي تتخوف المجيش السوداني. يمكن أن يحسم المعركة. سواء كان بإيران أو بدون إيران. بمساعدة أو بدون مساعدة. شكرا جزيلا لكم من القاهرة العاصمة المصرية. كنت معنا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب. الخبير في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. وكان معنا كذلك من العاصمة المصرية شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني. وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.